رحلة الاستجمام غدت محاولة فرار من جحيم الحرائق صور تختصر ما وقع في جزيرة رودوس اليونانية بعد أن خرجت حرائق الأيام الماضية عن نطاق السيطرة ألاف من السكان والسياح أجلتهم السلطات من القرى والشواطئ المتضررة في الجزء الشرقي والأوسط من الجزيرة يكافح العشرات من رجال الإطفاء المجهزين مع دعم من طائرات رش المياه لمنع النيران من التهام الغابات الكثيفة لكن النيران تمتد وقد واتتها كل الظروف من رياح سريعة وجفاف كبير ودرجات حرارة غير مسبوقة أماكن أخرى من اليونان شهدت حرائق أعنفها مسى الغابات واقتربت من غربي العاصمة أثناء حيث التهمت المنازل وشرادت السكان أثرت حرارة هذا الصيف مخاوف السلطات بعد أن سجلت 45 درجة مئوية وامتدت موجة الحرارة لأيام في حديثة لم تسجل منذ نحو 50 عاما في البلاد الواقعة جنوب القارة الأوروبية رئيس اليزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكيس دعا إلى الحذر في مواجهة الحرارة الشديدة بينما قامت السلطات بإغلاق كل المواقع الأثرية وبينها أكروبولوس أثناء في ساعات الظهيرة حيث القيض على أشده بينما انتشر الصليب الأحمر لتوزيع المياه أو إسعاف المصابين بضربات شمس غير معهودة ترجمة نانسي قنقر